السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا أولى ثانوي علمي أينما كنتم وحيتم ووجدتم نلتقي من جديد إن شاء الله تبارك وتعالى بش نحكو على المجالات نديروا فيها الدرس نفهمكم موش معناها المجالات ومن بعد نروحوا للتمرين بش نفهموا بياكم المجالات نبدأوا على بركة الله المجالات هنا مش عدنا؟ هنا عدنا تعليم المجال على المستقيم المدرج ولا على المستقيم يلا نبدأوا بالحالة الأولى مش عدنا؟ عدنا هنا يا هذا هو المجال مجال مغلق من جهة أو مغلق من جهة الأخرى من A للB وش معناها الحالة هذه؟ لو كان هنا نحكو من A والB نديروا زي ما نقولوا من خمسة إلى تسعة هيدا شوفوا عرفوا باللي هنا إلا قلنا X بحيث X هذا نقوله عدد حقيقي هيدا نقوله X ينتمي الR X هنا كيف هش رح يكون؟ رح يكون محصور هكذا محصور ما بين خمسة وتسعة رح يكون أكبر أو يساوي من خمسة أصغر أو يساوي من تسعة وهذه متبينة وعلاش أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي؟ على خطرش هنا عندي مجال مغلق كي يكون مجال مغلق معناها عندي أكبر أو يساوي ولا أصغر أو يساوي سمعنا القيمة X من ناحية دماري أحد دماري من خمسة وروح الأعداد كامل ما لا نهاية من الأعداد حتى التسعة سمع قادرة تكون خمسة كما قادرة تكون تسعة كما قادرة تكون أعداد بينتهم تكيلا قلنا مثل X ينتمي الآن هنا X ينتمي الآن ماشي الآن إلى مجموعة الأعداد الطبيعية سمع شحال قادرة تكون قيمة X هنا X قادر يكون يساوي خمسة ولا قادر يكون يساوي ستة ولا قادر يكون يساوي سبعة ولا قادر يكون يساوي ثمانية ولا قادر يكون يساوي تسعة هكذا أنا فهمنا مجال مغلق من الجهتين ولا من الطرفين هكذا تكروح للحالة الثانية واش عدنا في الحالة الثانية هنا في الحالة الثانية عدنا مجال راه مغلق من الجهة هذه ومفتوح من الجهة الأخرى القيم التي نحوص عليها هي القيم الذين يأتي هنا وهنا نقول هنا من خمسة التسعة كيف نقول هنا كيف ندير المتبينة باعتبار المتغير أو باعتبار العدد الذي يتغير من المجال المجال نسموه إكس نلاقونا مثال إكس ينتمين أن ندو أن باش نفهمه كتر وش نقول هنا يا نقول إكس راه أكبر تماما شوفوا أكبر تماما وعلا أنا خاطر شنا مجال مفتوح أصغر أو يساوي من تسعة ماش حال قادر يكون إكس إكس هذا ماشي قادر يكون خمسة بصح قادر يكون ستة كما قادر يكون سبعة كما قادر يكون ثمانية كما قادر يكون تسعة هذه لقونا إكس ينتمي إلى أن هكذا صح فهمنا ماذا معناها أكبر تماما أصغر أو يساوي شوفوا في المتراجحة كيف يتبان وشوفوا في المستقيم كيف يتبان خلاص، كيف نقوله على المجال التي تعني هنا؟ ما هو المجال؟ كيف يتبع كيف يتبع هنا؟ نعاود نكتبها هنا نقول إكس ينتمي من الخمسة التسعة منا مفتوح ومنا مغلق، كتبت مغلق وقلت إكس ينتمي للمجال هذا إذا كان لدينا هكذا في الحالة الثانية الأولى اللي شفناها إذا كان عندي نقوله هنا خمسة حتى التسعة هنا وش نقول؟ نقول إكس ينتمي نغلق من خمسة حتى التسعة هكذا؟ أنا شفنا كيف نعبره على المجال بمتبينة ولا بمجال نعبره عليه في المستقيم المدرج هكذا تكونوا فهمتوا معنا مفتوح ومغلق، سيبوا، سهلا، مهلا، هياك هكذا، 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 هكذا؟ في الحالة الثالثة، وش عدنا؟ عدنا مفتوح مغلق من جهة هكذا، ومفتوح من الجهة الأخرى، من A للB، صحة، هكذا، يخيرون ذلك الكريم يعقون من A أو B، الأ follows two このように 306 أو 377 ما سوف يكون ذلك كلا speak, 7 وما يعني اذا أولو X ينتمي الآن و MRI، سأخفهم بحد ما لن يطلق الآن كيف نأخذć K أو neurotransغere L ماذا أشيرا؟ ما شاطح لن يكون X هنا؟ عندنا نقوم بتابعokay here إكس رهو أكبر أو يساوي من ثلاثة أصغر تماما من سبعة سمع هنا إكس شحل قادر يكون هنقولوا إكس قادر يكون ثلاثة كيمة قادر يكون ربعة كيمة قادر يكون خمسة كيمة قادر يكون ستة بالصح ما الشي قادر يكون سبعة وعلاش على خاطر أصغر تماما هكذا شوفوا علاش قلنا هنا قلت لكم هنا ينتمي الآن باش نفهمها خلاص صح دو كلا قلنا إكس هنا ينتمي الآن سمع مجموعة أعداد الحقيقية شحال يقدر يكون إكس هذا هنا يقدر يكون ثلاثة بصح ما بعد نشوفه يقدر يكون ثلاثة فاصل صيفر صيفر خاطر شو علا خاطر أعداد الحقيقية هي كل الأعداد سمع راح نديماري منها من ثلاثة ورح ثلاثة فاصل صيفر 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 مليار المرة واحد ومبع ثلاثة فاصل صيفر 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 مليار المرة زوج إلى آخري سمع عدد غير ممتهي من الأعداد بصح ندي ماريم ثلاثة ونلحقش السبعة قبل السبعة بشوية المهم سبعة القيمة ايكس هذا ما رحش تكون سبعة يطير ولا يجنح يلا نكتبوا المجال تعنا مال احنا واش نقولوا نقولوا ايكس ينتمي الى المجال من ثلاثة مجال مغلق الى سبعة مجال مفتوح كما قال لي هو خلاص هندينا نفهمه من المجالات واش معناها تكون من جهة مغلقة ومن جهة الاخرى مفتوحة ذوكا نذهبوا للحالة هذي الحالة الرابعة هاي نخلو المثال تعنا من ثلاثة السبعة بصح واش نديروا ذوكا نقلبوا هذا هنا هذي واللي مفتوح من ثلاثة للسبعة ونقولوا يا سيدي إكس ينتمي الان باش نفهموا مليح إكس ينتمي الان شحال قادر يكون إكس مالا هنا يا من ثلاثة السبعة إكس ما شي قادر يكون ثلاثة قاطر شما جال مفتوح الان اذا كنت من الجرد ينهرل godt ومشي جنب لم يكود 6 معين بترجanted 3 ومشي جنب من 7 لقد قلت here xp اسم الاعداد كامل Wojoo غير من هنا الاعداد. بالصح ليس يكون ثلاثة و ليس يكون سبعة. احيدي ماريو الاعداد قاعي تيك من فوق ثلاثة حتى القبل سبعة. هذه هي. هذا ما معنى مجال مفتوح مننا و مفتوح مني. يقولوا هنا ايكس ينتمي الواش ينتمي الثلاثة حتى السبعة. سهلا ملا. سهلا ملا. سنذهب الى الحالة هنا. ونقولوا يا سيدي هكذا. نقولوا ذلك ا. هنا قلك ا. بالعالي ادريت ا. هنا نقدر نقولكم هنا نقولوا زعم ا. ب. ينتمي الثلاثة حقيقية ولا ينتمي الثلاثة. دو كان هذه عنحها ونقولوا يا سيدي هنا ثلاثة. ماذا معنى هالمجال هذا. ماذا ننشوف هنا يا. وين راني يمشطب هنا. وحنا كيفاش نبدأ القناة وحنا نروحهم من اليسار لليمين. حنا نروحهم من اليسار لليمين. سماش حال المجال هنا. هننشوف باللي. إلا قلنا إلا عبرنا على المتغير تاعنا ايكس. هيدا. ولا على المجهول تاعنا. ولا على القيمة تاعنا اللي حتكون في المجال هذا. سنقبل عليها بمجهول اللي هو إيكس. إيكس هنا كيفاش راهو؟ إيكس هنا راهو أكبر أو يساوي من ثلاثة. وعلاش أكبر؟ هنا عندي متراجحة. ما عنديش متابينة. كنتشوفوا. إيكس أكبر أو يساوي من ثلاثة. سنقبل عليها من ثلاثة ونروح. حتى المن؟ حتى الزائد ما لنهاية. سمى المجال تاعي كيفاش نكتبه؟ نكتب إيكس وينتمي من الواش؟ إيكس راهو من ثلاثة. حتى الزائد ما لن أرضو بكو في الزائد وفي النقص ما لنهاية. دائما نديرو مجال مفتوح. خلاص من ثلاثة للزائد ما لنهاية. ما شحال قادر يكون هنا يلاقط لكم إيكس ينتمي الآن. كيفاش نقدر كيفاش نبشو ما معناها هنا يا؟ معناها ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، حداش، اتناش وروح حتى للزائد من النهاية. سنقل لكم إيكس ينتمي الأر. واش معناها إيكس ينتمي الأر؟ معناها الأعداد من ثلاثة وروح باللي فيها الفاصيلة باللي ما فيهاش. وهقدرنا نراجع بطريقة أو بأخرى المجموعات الأساسية للأعداد. خلاص، بكم نروح نشوفوا الحالة هذه هنا، الحالة هذه. نشوفوا الحالة هذه ونطلقكم ميتال يا سيدي. ندو ميتال كما، كما اللي كان نقبل. نقول له ثلاثة وهنا نشطبه حتى للزائد من النهاية. ردوا بكم قد نقرأوا من اليسار اليمين. أنا شبت حد اللي زيلة بيدلوا غلطة يقول لك من الزائد من النهاية لثلاثة. وهذه غلطة. من ثلاثة الزائد من النهاية. خلاص، هنا كيفاش راه المتغير تلك اكس كيف راهو؟ اكس راهو أكبر تماما من ثلاثة. هنشوفوا باللي اكس هو أكبر تماما من ثلاثة. واش معناها؟ شحن المجال تلك اكس راهو ينتمي للمجال شحن. من ثلاثة الزائد من النهاية. المجال هذا عاود كتبته هنا. كيفاش قلنا ندلو في المجال النهاية؟ مجال مفتوح. كيفاني مشي تطبعنا بالأحمر؟ عاود كتبته هنا. ترجمتها بالعبارة هذه. تمثيل هذا على المستقيم عاود ترجمته بالعبارة هذه. واش والله لي؟ من ثلاثة الزائد من النهاية. وفي المنها النهاية ديما مجال مفتوح. خلاص، فهمناها؟ سهلا ملا. وليش أكبر تماما؟ وليش أكبر تماما؟ على خطرش هنا قلي هكذا. مجال مفتوح. صد الله هنا. ضاير الله هنا. ومشي ضاير الجهالي مليك. بصدق نشوفوه في الحالة هادي. هناجا سبير تكونوا راكوا تجاوبوا معانا انتوما. دعطيكم مثال ثلاثة كيف كيف ها. ونشطبوه هنا هكذا. ونزيد ونشطبوه باللون الاخر. هنوش عدنا من ثلاثة كنجو رايحين مننا اللاقو. وشوش هنصيبوه؟ راح نصيبوه ناقص من النهاية. بصحنا قلنا نقرأ ديما من ناقص من النهاية حتى لثلاثة. من اليسار لليمين. سمعنا اكس كيف هاش راهو؟ اكس راهو أصغر أو يساوي من ثلاثة. اكس راهو أصغر أو يساوي من ثلاثة. معناها عندي القيم. هذا اكس معناها كل القيم اللي راهي أصغر أو تساوي ثلاثة. إذا قلنا اكس دكا هنا محش نقولو اكس ينتمي الآن. هنا نقلو مثال ما نقلو اكس ينتمي الزات يا سيدي، الان قلنا اكس ينتمي الزات. ما امعناها اكس ينتمي الزات ما معناها؟ معناها من ناقص من النهاية حتى الثلاثة كما قلنا مقبل يعني X قادر يكون ثلاثة ثلاثة فاصل صفر صفر واحد فاصل صفر صفر اثنين إلى أخير يسمى الأعداد نكتب المجال التاعيش هنكتب هنا يا مجال مفتوح و لماذا مفتوح لخطش عندي ناقص من النهاية حتى الثلاثة أوكي سهلا معنا يعني X هذا القيمة قادرة تكون ثلاثة وهبط حتى الناقص من النهاية قال المجال الأخير دك قال المجال الأخير اللي هو هذا اللي هو هذا ساهل ماهل جاسبار دك يجدكم ساهل ماهل هنا عندي ناقص من النهاية وهنا عندي ثلاثة واذا نقول هنا يا من ناقص من النهاية ثلاثة كيف إفتاش رgeون X أنت become X أصغر تماما و لماذا تماما لخطرش هنا عندي مجال مفتوح أصغر تماما من ثلاثة نعبره على المجال وش يقول هنا ايكس ينتمي من ناقص من النهاية حتى لثلاثة مجال مفتوح هكذا جسبر تكونوا فهمتم ليح هنا عبرنا نذكركم مرة أخرى بلي نعبره بمتراجحة ما نقولوش هكذا ما نقولوش ايكس او اصغر تماما من ثلاثة اكبر من ناقص من النهاية هذه كتابة خاطئة جسبر تكونوا فهمتم ليح الدرس الخفيف هذا ردو بلكم فاش في الهنا مجال مفتوح تماما مجال مغلق او يساوي هذا ما كانت لاقاوه بدون اي اطالة في التمارين ونلتقي ايها الاخوة الاكارم والافاضل في التمارين عدنا هنا مجال وعدنا مجال واحد اخر ودكة لك ديرنا التقاطع تهادي المجالين والاتحاد تهادي المجالين هدو بصح انا وياكم مثال زي ما وحتيكم ننسى واشنه هو رمز التقاطع واشنه هو رمز الاتحاد ما انا وياكم راح نعودوا الرموز هذا وهذا واش من الرمز وهذا واش من الرمز هذا رمز الاتحاد وعلاش انيون شوف انيون اتحاد تفكروا اتحاد العاصمة اتحاد الحراش اتحاد بالعباس الاتحادة 58 ولايات وهذا واشنه انترسكشن شوف انترسكشن واشنه هو انترسكشن معناها التقاطع ولا تفكروا انتر ميلون انتر كدا انتر برصة انتر ريال انتر تعال الفرق تعال الهروب قاعدة هاكذا نعود لكم من اخرى هادا واشنه هادا هذا رمز الاتحاد ها اتحاد شوف وهذا الرمز هذا تعمل هادا الرمز تعوش T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T..T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T .T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T من واحد لثلاثة مغلق واحد ثنين ثلاثة هنا من واحد لثلاثة هذا هو المجال تاعي شوفوا مغلق مغلق المجال الثاني هو من ثنين لستة المجال الثاني سيكون من ثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سيكون هكذا مغلق تقاطع هذه المجالين تقاطع تحهم ماذا سيطيني؟ سيطيني المجال هذا من ثنين لستة تقاطع تحهم عندي المجال هذا وعندي المجال هذا سيتقاطع هنا هذا من واحد لثلاثة وهذا من ثنين لستة تقاطع تحهم حياطيني مجال جديد لهو شحال هو ثنين ثلاثة مغلق مغلق على خطش هنا عندي مغلق وهنا عندي مغلق كما طالي هو في السؤال خلاص من ثنين من ثلاثة دوك الاتحاد على المجالين وش حياطيني؟ حياطيني المجال من من يبدأ حتى الوين يخلاص هذا هو الاتحاد على المجالين ثم راح نروح منا شوف راح منا حتى اللي هنا دوك اتحاد على المجالين وشن هو؟ اتحاد على المجالين هو من واحد حتى الستة خلاص كما نملاء ملام على المجال الأول جسبر رايبا نكم له في الكرة دوك نروحوا المجال تانين علموا المجالين على المستقيم هيا نراعي وبرك هنا شوف مفتوح مغلق مغلق مفتوح هاي نبدأو على بركة الله هنديرو المجال الثاني هادا قلك من الزوج لسبعة هالك زوج مفتوح ما تدخلش في المجال حتى السبعة هاي سبعة هاه تلا هنا السبعة تدخل في المجال المجال الثاني هو قلك من ثلاثة حتى اللحداش بس ما تبدأ منا من ثلاثة حتى اللحداش وين رهم يتقاطعوه ليان في الوسط وين يتقاطعوه هادو هم يتقاطعوا منا هذا يقولون من ثلاثة اللحداش والرهم يتقاطعوا يتقاطعوا هنا لي كروشي لرهم في الوسط ضكش حل ماجل هذا من ثلاثة حتى السبعة ماجل مفتوح لخطر جانا مفتوح من ثلاثة السبعة سمحوا لي ماجل مغلق مغلق ماجل مغلق مغلق جانا مغلق مغلق دوك الاتحاد تحو موش نهوان عاوديكم عندي ماجل منزوج السبعة والمجل الاخر من وش من ثلاثة اللحداش هم يتقاطعوا هنا مجال كي يخبط في مجال يعطيني المجال الجديد هذا اللي شحال من ثلاثة السبعة شوالوين راهم يتشاركوا صاحا دوك الاتحاد وشنوو الاتحاد الاتحاد راح ندماري منا حتى اللي هنا من دماري 8 زوج حتى اللحداش من راح يبركي الكروشي اللي عندي هنا عندي مجل مفتوح شوه هنا عندي مجل مفتوح ندير هاكذا التنين وانا مش عندي مجل مفتوح ندير هنا 11 سهلة ماهلا يجمع كنت شوفوا باللي ماشي حاجة صعيبة في المجالات جسبرت اخذ ممليح انتو ما يريز اللي افتاعي ياللي راكم في رويبا ولا بارتو في 58 ولاية ولا حتى خارج الوطن نزيد نمحيدو كهذا ونروح للحالة اللي مراها الحالة هادي جسبرتو كتديرو بوز وتحلوها وحتكو من بعد تعاود وتولو معنا الحالة هادي واش قلك واحد مجل مفتوح ولا مغلق مجل مفتوح حتى الـ 12 مجل مغلق ردوا بكم هذا هو المجل التاعي وفي القيم التاعي ستكون هنا محصورة ما بين الـ 1 و 12 المجل التاني واشنه هو من 5 حتى الـ 13 وين را ميتلاقا وميتلاقا وهنا من 5 لـ 13 وهذا من واش من 1 لـ 12 خلاص هذا من 1 لـ 12 ولاخر من 5 لـ 13 بوضع 13 لو ما مجي قريبة هنا مجيش بعيدة تجي 13 هنا حتى 13 يتقاطعو هنا تقاطعو من 5 حتى الـ 12 ردوا بكم المجل التاعي كيف عندي ما كيف را هنا يا راهو مفتوح من 5 حتى الواش كيف را هنا يا حتى الـ 12 كيف را المجل راهو مفتوح هيا دوك الاتحاد واشنه هو الاتحاد اتحاد من يدا منين نخلص اتحاد تحهم حياطينا المجل كومبلي هذا من 1 هنا هنا 13 من 1 حتى 13 كيف را المجل منه را مفتوح عند الـ 1 كما طاولنا هو وعن 13 راهو كيف كيف مفتوح هذه 13 ونروح دوك المجل هذا مع المجل شفوا الاتحاد وتقاطع ؟ Потому وإن لم تفهمتوش هذا يعودوا للدرس اللي راهو مقبل تفهموا بإذن الله مش حاجة صعيبة صح هذا من ثنين الزائد ما لنهاية ونراهو راهو هنا من ثنين نكتبها هنا ثنين من ثنين الزائد ما لنهاية راني هنا يا هادو كامل دو كان من ثلاثة حتى الزبعتاش وان راني راني هنا من ثلاثة حتى الزبعتاش سما راني هنا كيف هاتن سبعتاش وأله مجال مغلق providers ما راي زمك يتقاطع هاد المجالين وش حياطوني عندي مجال هادو عندي مجال هادو كي رح يتقاطعه وش حياطوني حياطوني المجال هادو بزد ف李 ملح هادو excessive 7 هادو خلي 뻔� gros من ثلاثة للسبعةطاش ولا من ثلاثة لسبعتاش هنه يا سبعتاش ماشي سبعة خطأ مطبعي معليش ox دوق الاتحات موش هياد يعطي اني هذا ي pistahati مع هانا و determin ‫ هذا يعطيني مجال من snap 2 و زايد من النهايه بعين اتحة هذا مع هانا وش هيدي مين نبدأ و من نخلاص نبدأ من زوج و ونخلاص في الزايد مال نهايه الراعي برك لمشان كيف طهوله هنا اطعو لي مغلق من دير منتنين ردوا بالكم في الزائد من النهاية ديما قلنا مجال مفتوح قلنا لكم المجال هذا من ناقص من النهاية الثلاثة يلا خموا معنا شوية ديروا بوز وخموا فيها وعودوا لنا الأستاذ عبدالرزاغ بشكل يتمنى لكم تحاولوا معنا يا خاتي العزاز هنا عندي من ناقص من النهاية حتى الثلاثة هنا شحل عندي عندي من ناقص سبعة من ناقص سبعة حتى للواحد وعشرين حتى الهنا دق المجال لو لتعيش حال المجال عندي مجال هذا وعندي دق المجال هذا تقاطع كلا المجالين وشياطين يمكن تشوفوا باللي عندي مجال جاي هكذا والمجال الاخر من احتل ثلاثة والاخر جاي هكذا كلا حيت قاطعوا وشياطين المجال هذا من شحال من ناقص سبعة لثلاثة من ناقص من النهاية لثلاثة وهذا من وش من ناقص سبعة لثلاثة كي تقاطع احيطنا من ناقص سبعة لثلاثة عند الناقص سبعة كيف شطع لي مجال مغلق نكتب مجال مغلق وعندي ثلاثة كيف كيف مجال مغلق ندير مجال مغلق ثاني تلك الاتحاد التاحهم وش هياطينا اتحاد كي للمجالين أحياطيني مغلق أحياطيني من ناقص ما لنهاية حتى للواحد وعشرين شوف من ناقص ما لنهاية حتى للاك من ناقص ما لنهاية حتى اللواحد وعشرين نتأكد من ناقص سبعة من ثلاثة لسبعتاش صحيح إلى أخير هكذا دكالنا شفنا باللي مننا دمنا تعليم على المستقيم وجوبنا على الأسئلة هكذا حتى تقولون كان يضعوا ثقة مثال يقول لكم هكذا المجال هذا في سؤال اذا تقدر الشيخة او الشيخ يضعوا مثال زعم المجال هذا هكذا يقولوا زعمة هنا من ناقص ما لا نهاية ثلاثة ثم يقول لكم هنا من خمسة لسبعة المجال هذا كيف نعبر عليه مثال هذا المجال هذا بمتابعه المجال كيف نعبر عليه هذا المجال وش نقول هنا نقول شوف من ناقص من النهاية الثلاثة والمجال الاخر عندي يزوج مجالات دخلوا اتحاد من خمسة لسبعة كيف نعبر عليه المجال هذا 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 نقول من اكس رهو ينتمي الوش من ناقص من النهاية الثلاثة او من خمسة السبعة هذا ينتمي لهذا المجال او المجال هذا اللي راهو من الناس ما عندي مجالين كيفاش نعبر على مجالين كيفاش يلسا قزوج مجالات منديلهم هذا الاتحاد والمهم والفليس امبورتان تكونوا فهمتوا معنا المجالات هذا وكيفاش تعبر عليه عن المستقيم المدرج اردو بلكم بارك في الاتحاد وفي التقطع كيفاش ديروه الى هنا وهناك الاستاذ عبدالرزاغ بو شكال يحيييكم ويقول لكم مادلساوش جامع ابوني بارتاشي كومنتي ومادلساوش سايني تقولونا وشي خصكم من تحت في الكومنتاب واسطلنا وثاني جديد بإذن الله ولازم تخدموا مليح في الكزامة وتلاثيراكم